اختتم مركز جامعة شيخ زايد الكبير فعالية النسخة الحدي عشر من برنامج الدليل الثقافي الصغير أحد برامج الشباب الباني الذي يجمع تحت مظلته مبادرات وأنشطة المركز على مر السنوات وتعنى بفئة النشأ والشباب من أبناء الوطن ويأتي هذا البرنامج تجسيدا لدور المركز الرياضي في خدمة المجتمع وتطبيقا لأهم قيمه نعمل بوطنية نابعة من إرث الإمارات الأصيل كما يندرج في إطار جهود المركز الرامية إلى دعم دور الأسرة والمجتمع في تعزيز التربية الأخلاقية للأجيال الناشئة وقيمت فعالية هذه الدورة من البرنامج على مرحلتين حيث خصصت الأولى للفئة العمرية من خمسة عشر إلى سبعة عشر سنة بينما خصصت المرحلة الثانية للفئة العمرية من أحد عشر إلى أربعة عشر سنة وشارك في الدورة ثلاثة وستون متدربا ومتدربة